النهاردة اللي هو الألم كنا بدأنا نتكلم على من أهم أسباب الألم هو خشونة المفاصل يعني إيه خشونة المفاصل يمكن شكوى كتير بتيجي يعني إن فيه ألم بتيجي في مثلا مفصل الرجبة مفصل الكاحة المفصل الفخت يعني مفاصل المفاصل دي فواصل ربنا خلقها التقاء عشان الهيكل العظيم بتاعنا يتكون العظم مش حتى وحدها فيه فواصل الفواصل دي اسمها مفاصل المفاصل دي قد تصاب ببعض الأمراض من ضمن أمراض اللي تصاب بها هي خشونة لها أسباب أولية اللي هي وراسية وتقدم السن ولها أسباب سنوية أسباب أخرى بتؤدي إليها والأسباب السنوية دي لازم نجري لها فحوص عشان نقدر نعرف إيه السبب المؤدي إليها عفوا نحن معنا اتصال تليفوني مستاذي إيمان تفضلي مستاذي إيمان تفضلي طيب حاولي تتسلي بنا مرة ثانية وأرقام التليفونات موجودة قدام حضرتك إحنا نتكلمنا على أن الخشونة دي المفصل ده اللي هو الفواصل دي موجودة ربنا خالق المفصل ده عبارة عن غدروف اللي بيشوف شكل العملون وأبيض أوي ده بيبقى نعم جدا أملس جدا أنا عم سطح موجود ده بدلا ما العضم يبقى بيحك في عضم يبقى العضم موجود في نسيج طاري غدروفي اشتركوا في القناة